بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الإيرتري أسياس أفورقي العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية المشتركة خلال زيارته للعاصمة الإيرترية أسمراء وأصدرت مصر وإيرتيا بيانا مشتركا أكد ضرورة الالتزام بالمبادئ وركائز الأساسية التالية للقانون الدولي باعتباره الأساس الذي لا غنى عنه للاستقرار والتعاون الإقليميين وهي الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة أو مبرر وكذلك تنصيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعمل على خلق مناخ موادي للتنمية المشتركة والمستدامة كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائية في مختلف المجالات تحقيقا لتطلعات الشعبين نحو التنمية والازدهار وتم الاتفاق كذلك على تعميق وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الجيوسياسية ذات الاهتمام المشترك من خلال تدشين لجنة تشاور سياسي على مستوى وزري وزراء الخارجية تكنمع بشكل دوري للتعزيز التعاون والتنصيق في المجالات التي تحقق المصالح المشتركة